تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بقيته تهنئة بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك مع إخوانه أصحاب الجلال والفخام والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة وأولياء العهود ورؤساء الحكومات وقد أعرب سموه فيها عن أطيب تهنئه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة داعينا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذه الدول وشعوبها بوافر الخير واليمن والبركات وأن يرفع جائحة كورونا عن بلاد المسلمين والبشرية جمعاء وأن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه اشتركوا في القناة